أو أسرة التنس حققت نجاحات في مكان كبير يعني أماكن متعددة سواء رؤساء أندية أو في أماكن إدارية بشكل غير طبيعي فقدرة لعيبة التنس وأبطال التنس بتوع الجيل ده شوف أنجازه إزاي في مجال الإدارة خلينا نتبنى فكرة مثلاً ونقول ونحلم مع بعض إننا يبقى فيه 15 لعب أو 15 لعب ولاعبة نتبنى تبنيهم مثلاً على المستوى القريب لإعدادهم بشكل مكسف بحيث إننا نشوفهم في يوم الأيام يمكن ناخد السن اللي حدك قلت عليه 7-8 سنين ونستمر بلان 8-9 سنين لغتما نشوفهم على منصات التتويج يمكن يعني نحلم أنا شايف والله إننا مش بعيد عن الحلم ده وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك حاجة حضرتك بتتكلم على نقطة وهي الإيمان بالنجاح صحيح كنت أنا بقى موجود هنا لو أنا مش مؤمن بالنجاح كنت تسيب شغلي في أمريكا ونعمل الكورسات دي في مصر غير لو أنا مؤمن بكوتشات المصرية وأقول لحضرتك برضو حاجة وهنفتكرها مع بعض ونتكلم فيها لن تقوم المنظومة التنس المصرية بنجاح إلا بأيادي مصرية أي حد يحاول يقولي إننا نجيب مدربين لبرة وهو ده اللي هيحل المشاكل لا يصلح لا يصلح أما بقى نستفيد من الناس اللي برة طبعا أنا جبت ناس حضروا من أمريكا في الكورسات بتاعتنا لكن أنا عايز مدربين المصرين هم اللي فاهمين الأهالي هم اللي فاهمين عددتنا وتقاليدنا هم اللي فاهمين الولاد يبقى لازم نقوم بالكوادر بتاعت بلدنا الأول قبل ما نبتدي نبص لبرة ونحط منظومة لبلدنا ولزروف بلدنا حتى لو فيها ظروف مادية ضعيفة يبقى الإدارة لازم تكون على أي كفاءة أنا عايز أقول لحضرتك إن حتى اتجاه الدولة دلوقتي كله لأبنائها يعني شفنا حتى في كرة القدم في كل المجالات كله رايح للمدربين الوطنيين